اشتركوا في القناة 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 مرموين سمتع ليعفوا يسكروا صحي دفولة هيدا ولكن الترجية مش يسكرتوا الترجية سمحني محتلانة ملعبية مع سلمين ومتلوي بش يتلعب في رادس تقعد التالي وتسنى حتى تكنتر مجيش مرموين خاني خلالي كنتي ديسيزيونه كيفاش تشوفه اليوم في الظروف هاته في محلو ألا لا اسليم رب كي تشوف اليوم بش تاخد ديسيزيونه تناحي معتها مدرب وما زالك كما نقوله شهر على الشامبيونز ليج لازم تكون التراجيم حذرا روحا عنده مدرب ديجا يتبع في الملعبية ذو مصفوار خطر انتديوهم على حاسب منظون كيمو قالك نورمو خذي الديسيزيونه من قبل نورمو ديجا هزيتني المعلومة جاية ميساش خاناتيون المعلومة البديل تحكي عليه البديل في الفترة الحالية نسبة مية بالمية بش يكون أجنبي فما برش أسماء الدولة في وسل اللي عليهم حتى في البلاتون بتاعنا البرح النسبة مية بالمية بش يكون البديل أجنبي اليوم ينجم كاردوزو ما هوش مؤكد هذا لكن معلومة تنجم تكون معتم المصادر متاحة في تراجي ينجم ما يشرفش على تدريبات هو فممكانية كبيرة أنه سكاندر القصري وشمس الدين الذوادي بش يشدوا مؤقتا للفريق حتى يتم التعاقدة مع اسم أجنبي بوا بيانسور اليوم خطر اليوم في ساحة اسلام روحا ما عندكش اليوم كمدربين ما عندكش كل يوم بش تعوض واينا من رأيييي قلت لك وأحكيت لك حل مناسب اليوم هو معين شابين معين عنده جماعيةAy al-نحكيليك يعني الحرميك لا عندكش حتى معاوذ ليلا عنده جماعية بالفيان بحاجة في بياني في بياني إيما لماذا تقول له الحل معين شابيني بحاجة في ساحة اسم معيني مثلا يتفاهموا معاه كيفاش يخل Against Burkene لا نحكيلك اليوم كما انتنسيين ونحكي عن المدربين تحتوا والتونسيين الموجودين من الأخلي إخيرت أنت بالتوالي مدرب ما تعمل إيش نعرف نحكي لك اليوم مع الموجودين في الساحة اليوم في الساحة متع مدربين إيش كومش عاوض كاردوز وفالتراج عندك معاوضين توينسر لا الأجنبي قتلا معرض اليوم حالي أجنبي ممكن الأجنبي ذي ممكن كونتكتي وعنده شر ثم خالد بن يحن ليه خالد طوي بعد على التدريب ونحكي لك هو في بلاتو المتعين عباح تجبد اسم خالد بن يحن تجبد اسم أمريكان زاري تجبد في بلاتو إخذها اللي عبدالباقي مسعود قال يوسف الزواوي كيف كيف يصعد ريدي اسمه ترح لكن المؤكد أن الإدارة ماشية في أجنب أنا سيكو ياسور اليوم حتى الإسلام وأنا حكيتها من السيزون اللي فيت وقلت المدربة ذي من إيش مقتنع به أنا اليوم كيت أحكي واليوم هز التراجي في نار كي ما قلت لك اليوم حتى عمنيه للتراجي ما نينهيش التراجي وحكيت فيه قبل برش عبدالبا متني اليوم مست فينال ودرشنو كانت متقنعش متقنعش معمتك اليوم حتى انتي كيت تحكيو هز التراجي فينال الجراسة ميميش جاي أونفورم وقتتي مع أضعف إيكيب لعبت لها في رادس لاسيك ميموزا اللي في رادس عملت معاها تعادر سبر سبر في الرطور جيب والترح ميميش هكي عليا اليوم معنتها سبب بقاء عمنيه و الوقت حكيت هو سبب بقاء رودري كاردوزو في التراجي اللي هو ميميش غراسة ميميش اللي كان وقتها في التو بمتاعه في أونفورم اليوم التراجي حتى اليوم شوية اليوم بخاطر ساعات كي ما قولك توس الفينال ساعات يقولك الربحي غتي كل شي ما اليوم بداية موسم شوف التراجي بحتي رميت أبر الملعب التونسي ذات فرق لقيقة مهيش في النيفون بتاع التراجي معتها بحتي رميت إليهم ترجي الجرزيج ونجم المتلاحي جرزيج فريق محترم اسنان حتى اسليم برش عبيد ليمت جرزيج جرزيج أبر المستاد اسنان ما عرفش نعم نحكيه معتها فريق تالا قاعد يخطي ما نروح ونطمنيه كي ما حان شاء الله جرزيج هذه الشمبيونة مش هذا موضوع يعني اليوم حخلنا حطوا كل حاجة على الورق اليوم كالتراجي وصارف برشة فلوس رو ساعات زاد اللوم شوية عن الملعبية اسليم را كيفاش؟ اليوم كما قال مختار راو ما عندك من أعزة الملعبية الموجودة كما يحكيون الناس الكل بش تقول لي انتي معرفتش نوظفهم يذولي زادة في تيرام وش يدخل معامش يوظفهم زادة الملعبية الكالي تكن شوف هنا طرح المتلوي موجودة لبليلي وكلها موجودة والأسامي كبار اليوم يذولي كانت نجم تعمل ديفيريسة بار لنترونور فهمت؟ ماليوم حاجة بيه ساعات الربح يخلي لنترونور ساعات الاخسارة اليوم في مصلحة التراجي يجي الوقف النجم تغير فيه كاردونسي ذاكر انتي عندك مليحة فكرة على تزاير وخدمت برشة في تزاير من الأسماء اللي دارت في مواقع التواصل الاجتماعي جمال بالماضي سألنا على جمال بالماضي مؤكل بنسبة 100% ما تمش التفكير فيه في التراجي الرياضي التونسي بتاتا بالنظر للأجر العالي والميزانية اللي حدتها تقدر التراجي للتعاقد مع المدرب اللي تقريبا ما تفوت شهر بعين الفرو كان التراجي عنده مئتين الفرو في الشهر بالماضي طلبهم على تزايره وشكاب تزايره مستحيل معنا حتى بالمنطق مستحيل وطاريخته طاريخته وطاريخته ما تمشيش مع تونسي ما تمشيش هو النوع اللي يخرج عملك ديكلاراسون تاني سامي العكريم شوف سليم خلينا نكونوا عمليين وراهوا الساعات المسؤول والفني الكبير ينحي مدرب في الانتصارات المشكل وين في التراجي اللي احنا نتفرجو فيه عندنا مد المشكل في الادي بتاع التراجي كما اقل لك مختار مش مشكل تعمل زوزنويل وخسارة مايجش التراجي بشي قل تربح ماتشويت الكل ولا الفريقي بشي قل تربح ماتشويت الكل ماتش جرجيس حتى فونسا تقريب مايجش نتفرجو فيها تقبل خمسة دقايق لعب وتضرب خمسة وثمانين دقيقة بالبير دي تون نقوله تسعين دقيقة بتعمل حتى ريكسون رو هذا مش في حق في حق جرجيس نقذو في حق جرجيس لكن نحكيو على التراجي ريالي تونسي انا نشوف العلاقة انتي قلت هاو جدول وعمين فما رو طريقة انت خدمة وبشتحمي جوار وانترنير خطره ومش كم الجوار كم الانترنير هاتوا مامو نجم يخرج نجم وزيدوا عامين يقولوا النتيج متبشي يشتاخو ثلاثة شهر زيدوا حتى خمسة دقايق يتفهموا معا ماتموش على خطره وزادوا في العوام فرحانين بيه فني لكن نحنا كنا نتفرجو خلينا نكون واضحين من المباراة قرقنا عمناول بدأت الجماهير ماشي راضي على المدرب تقول لي انت عمل نهائي نقول لك انا رو ما نوافقكش برشاك انا فما الاضراءة تامة عمناول على المدرب ما فما حتى حد حكي على كردوزو من جماهير لا 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 الكلام بدأ انا نقول لك بعض ماشي سليمين اللي في قنبه كردوزو منجموش يحكيوا عليه الجماهير نحكي على الجماهير العادية جمعيته قادة تربح منجمش يحكي لك على مدرب احنا حكيوا لقراب القراب وانا انا عرف رو برشا كواليس اللي قراب 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 ومنهم فترات يا حمد المدرب موش اراضي عليه عمناول ماكت حب نحكيوا باه المدرب وعلي عود الكنترا سمعني بسيطانيك استنى تنفسلك تنفسلك لو ساعات لازم تعيش مع العقلية بتاع تونس تنفسلك اللي مع قوة مشروع سؤالي سألوان ايه يابش نجيبوين البطولة تصفية ترجيه هو جاهز بطولة صحيح ولا ها اعمل نهائي كاس فريق كما قالك اسلام زادة روك في الخدمة يا امروان وانتي العبت وجاوم عندك مدربين بالطريقة هذوما تقولي فما اوبجيكتيف لا تقيقة هاد روكي نهائي فما ريسك زادة كي تنحيه الوليلا كان يروه غدوة كان جيبو حد اخر وما مشتش الامور روه مش التنحي رو ساعات تحب تنحي وما تنجمش التيميق غالط التيميق التوقيت بتاع التنحي رو عنده حساب معنى هو عملك نهائي وجيت نحيه كما قال سهل يحكي فيه مختار انا والله عمناول يمشي عملك نهائي وعملك لكني شكون على خطر يا سيماروان نحن نقصين الفنيين اللي قيموا العمل في النوادي انا مش نعتيك توا حادثة مش تفهم النوادي كيف يش تخدم البر وباش نحكي هيلك ديشون حكيتها سبع لاف مره سي سليب ديشون بطر ملجواز قناع مدرب مونكو العام هذيك مونكو مونزان تيح جاءوا للرئيس النادي جمهور بون فباش بريشون كبيرة نحيه في نحيه في نحيه في نحيه من شانا للناحيه جاء بخمسة فنيين ما يعرفوا ما يعرفوا ما بعض ومهمش من مولاكو اعطاهم الملف كل واحد اعطاهم خمسة ملفات تشابوهم بعض اليوم فيه التمارين غادي كل شاي تسجل فيه لسابيت فيه تقرير التبيب فيه الماتشوات وقتا ما فيه من الجفار جاءوا من بعد مدة ما رجعوا له الوعد يلقوا اربعة ثلاثة ضد في واحدة ثلاثة قالوا يقع واثنين قالوا يمشي ثلاثة شفهم يلقوا خدمته صحيحة في الانترمون يلقوا طلع برشة صغال عام ذاك يلقوا وقتا ما فهمش فار برشة غليت تحكمية يلقوا ليسابيت ما هوش منه هو ومش من البربراتور يلقوا الملف قال السيد هذا يقع موناكو بشتيح مونبلين منعتها مشيره الاخر العامل اللي بعده صار كي مقتنعين بالخدمة موناكو هذا الشامبيناء بالمدرب هو وبيتو عليش نعتي في المثال هذا اسكو هو طواللي نحاه اشكون متاع غش متاع تنرفيس متاع اهداء متاع وين بش نمشيو كيما قلت انتي طوال مدرب اجنبي نجيه بكين وين بش تلقاه الخلطة الصحيحة بتاع مدرب الجميع اللي هو لازم يكون يعرف يخد ترام وارش يعرف لافريك استنى يعرف لافريك وبالميزانية اللي قتلك عنها ولازم يعرف جوالت هذو ومستحيل اني قالوا مروين عنا شكون في تونس يخدم يبدأ حظر فنوطنان قبل بشهر ويبعثوا الملفات بش يتفرج ويشوف مستحي حامد المدب في اللي برانسيب متاعه ميحبش ينفيستي في المدرب يقولك معتالي فلوس نحطه معنا ملاعبية اكثر ما نحطه معنا المدرب شنو لايك في السراتيجي هاي شوف رغم مدرب ينجم مثلا فرغم لعبية فتراجي تيخ واقسم المبلغ هذا لكن يقولك المدرب عند الميزانية ذي كمان فوتاش شوف المدرب رويك لا لا بليه سمحني ذاك على ذاك ما نجحش مع طارق ثابت ما نجحش مع معين الشعباني مع رذيج عادي مع خل بنياحي الكل هما كاملوش العام نتيحهم وخرجوا خطر النبا وشوفنا نحنا خروجهم كيفاش وخذيبون الوحيد اللي خذيها طارق ثابت هو في كمدير رياضي بعض جاء بعضه كردوزو يعني العميل غسل الخلانين طارق رياضي تونسي الموسم متاعه ما كاملوش اي مدرب شد الترجم ما كاملش الموسم متاعه هس مختار سعنا حيط للكلمة من غير ما شاورت اثني دي ماذا يعميلك تعمل اثني المدرب راي ماهيش يجي نقولك حاجة يا سليم المدرب رايو مش تجيب واحد بمئة الفروي نجم يكون به رايو تنجي مطيح بمدرب او نعطيك حاجة نجي الفريقي كيفية جابته المدرب جابته على حسب ملف انا تفرجت في التامارينتاو راينا في سطاف في ريال مادريد هنقوله سطاف عمرو ما شد واحده نهارة اللي شد واحده نهارة اللي شد واحده ما نجحش كام يلف تربته بالفلوس تلقى روحك كان ينجحلك تسمى نجحت في العملية وريسك زاد جيب مدرب عمرو مخدم ونجح واحده وريسك زاد الكورة كتحط كورة في سدرك في الديفنس تنجم تلقى الوعدرة وريسك تفكلك تدخل هذك الريسك بش تكون روحك معناتها بالنسبة للمدرب كان هو نظريته سيحامدي اللين في سيسموه ما عملوش في مدرب هذك اختيارات ولكن زادة مش جيب واحد بميارة وش ينجحلك خاطره هي تطلع تهبت اسمها لعبو تكور تقدم روح تيراه تضرب على البهر تخرج تقلب لك رجل التاكم حاجة اخرى بش نحكاه زادة مشو مدرب بيز كل شي لزوحات اللعبين تفقه لريح علشي اللعبين علشي اللعبين علشي اللعبين زادة تفقه لريح روف اما جوارات يبدأوا كاليبر في جماعية كيريح الانترنار متاحهم هم يصلح هم يصلح هم يعرف حتى خطر الليمة الخرق هنكونوا واضحين اخي كاردوز ومو يعيش معانا ويلبش في الشاشية ويدور ويعرف ما انت وفهم العقلية التونسية تحس الليمة الاخرى ولا يحمي فيه روح وخايف على روح ولا يضطرد خطرينها معتز زادة من لعبت حكينا فيه هوني ولا بزارة 4 شر عليش ناحة وجي تلعبوا تلكولات في جيرجيز محامد العربي حمده يقول ما تحكيوش على الفسخ متاع العقد والفلوس اللي اللي بيش يخوها كاردوز وكيف بيش تحكيو عليه الموضوع ذاية حسب مصادر متراجفة انو ستير كما بنخليه بش يخو شهرين من العقد متاعه وتقريبا كما معمود به واجرته هي تقريبا ثلاثين الفروق معنا بش تكلف له معدها حكاية مئتين مليون توان سمع هو العقد شريعة الطرفين انتي واشنوه تفهمت الهنا كما نقولوا معانتها المانوفر في يد كاردوزو ومانش في يد التاراجر هذه معانتها كاردوزو لو كان يشد صحيح قيد كونتراتو ياخذو بطبيعة لا وكيف يعمده كلوز في العقد اللي يخو شهرين في حال الفسخ كيفش قيد كونتراتو ياخذو قتلك انا قتلك انت تتخيل مدرب اجنبي كما كاردوزو ومعانتها بش يحط كلوز ضده لا موش نتخيل كيفية ضده اذا معلومة والتفاق يصير ايشنوه ماهيش قانونية ماكش فهمني انت مش بالصيف عليك انا 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 انت منهم صار التفاهم صار التفاق خلنا نفسر لك باقي ماكش فهمني قلتلك انا لو كان الكلوز هذي مش موجودة لا موجودة هي مؤكت لا هني انا عندي معلومة مش موجودة انا مترجق او انت موجودة على الكلوز تعدو ما بق اسمني يا متر روزادة فالا انت تعرف في العقد ينجم كيف يتفهمه مع مدرب أنت تقول يطالب العام كامل ينجم فهمه كونترات الوبجيكتيف اللي مثلاً يقولولو راك تجي من ثلاثة جي الرابعة في الترتيب راو يتفص ختماتيك رابعة رابعة من زي الخمسة جولات الوبجيكتيف يكتبوش يحبه يا مترو صحي اللي يتفهمو فيه انت قلت يكتبوش يحب ينجموهوما هاي فولا إذا كان كاردوز وقبل لأنه في الجولة الخامسة صحي يلزم عندها التراجي للجمرة والشمس يلزمو يجيب لهم الجمرة والشمس انت والمفاهمة انت والمفاهمة انا لهنا نحكيلك انا مثلاً ادخلت لطارق البغديري اللي معنتها الصحافي زميلك اللي هو يقولو مقرب معناه طارق الغديري طارق الغديري معنتها قريت يقولك انه معنتها الكاردوز ومصر على كل العقد علش سألتك انا لهنا وانا النقطة هذه سألت عليها بالتراجي قالوا لي يا اخو شهرين فولا اذا اذا اخذيه شهرين حسب العقد فما عنده حتى مزي على التراجي ونفذوا بنود العقد واذا كان معنتها باتفاق منه فيرحموا جديه وبرك الله وفيه وهم بلس نفس المصدر يقول لي زيدا الحمد المدب في النقطة هذه ما عندوش مشكل اذا كان يحبي نحي مدرب معنتها مش بشي خلي مدرب مش بشي خلي مدرب ما عندوش بيع على خاطر الفلوس اما اما ما تريدناها في تبيعته نحكيه على العقد احنا مناش نحكيه على القدر المالي مفنتكش اسلام معنتش معنتها مفنتكش كلم ماورا وما ميجيش اكرا كيفيش ميجيش بيانسور من خزينة النادي اخي مسايبة هي نعطيه فلوسة شوون خزينة النادي الناس الكلين تعرف الي حمد المدب هو اليوسرف اخي سمحني اخي عملي الاسبيروس واحد هما اخي العالي واحد هاي موعد حق التراجي زادة ما هو قلق ما فيمتكش اخي مانا عندي اليوم انا الفلوس بشنا ما شنوه ايه عندي مجالب بنحب الناحية شنا عمليه اخوي ادي انا انا من رايح على عصب كلم الميتر شنوه كلمي انا انا كنتتع كلم الميتر كما قالك ما قلتش انا عين عدي لا لا دقيق انا هو صلح وقالك لا باي على الكلام تارب مقديري اخي شو تقصد انتي مروين بالضبط شنا عاربوا شو جاوبوك اليوم روا فهم حق التراجي انتي تحكي على العقد كامل بتاع العاب هاوش بشي عتيوة اخي ما فهميش يا ودي سنة سمعني سمع سمعني روا مروين يا ذاكر نحكيه تلع شمع نتر ايه خلنا حكيه قانون ساك خلنا حكيه قانون فيها ذاكر شرية اليوم منها كانت تطلع لحقية صحيحة ما هي صحيحة وذاكر قالك اساس مو مش صحيحة لا 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 نوفردو نوفردو اطلبوا اعطاها يا مروين هابش نعاون ذاكر نحن يو أعطيه عام كامل خليمشي روح اللي روح اعطيا الحقيقة يظلن في حق التراج عليش هبش كولك عليش الشكل المسئول اللي عود الى كونتران كردوز ما تشوي الحكيه تسفسره اليوم نحكيه متر بارح ولا خدي عنده جمع مساعدة الى كونتران اللي هدوا الفصخنا ونعرفوا مش كده ما حتى فهم حاجة ماشر ماعرف الحكيه لا 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 ما أوراين العام ميسارش خلنا نحكيه نحكي معادي حتى غريباً موضوعاً معادي حتى صغيراً لا نحبك نعلم عندك الفلوس ليس لديك فلوس لديك ريدي سرقت مسؤول في اللخ في جلسة عامة في تقيين في قرار مالي يأخذوا عليه ويمشيوا عليه لن ينجم حتى أحد يدخل في رئيس نادي في العالم كل دارجين يقولوا لهم ومع بأنه يتحمل مسؤوليته وعطاه عام ومع بأن يحاسبها بتقرير مالي يمكن أن يتحمل المدبل يسر في الأخرى هنا كله تفاصيل حكاية فارغة أما هو الأغلبية في العامية أوضح وهو مدربة ديمة المفاهمة تسير على ديمة عينا نأتيك شهري حتى المدرب زادة عنده باقي نعرفها لك فهم مدربين تحب تجي تخدم تاوريت ما عندها في نقطة قانونية أعطيتني لكل مخذاوها الزوائز وقعدنا نتفرج لا لا حبيت تشوف لا عرف نحكي في خطة قانونية تابع خدتي خليه كامل وقت اللي يكثر علي الضرب بالفوق ندخلتي عندك حق نتفرج حتى أنا أخويا القاعدة القانونية تقول العقد وشريعة وطرفين ما تضمنه العقد يطبق إذا تفهموا على شهر يعطيه شهر إذا تفهموا على شهرين يعطيه شهرين إذا تفهموا على خمسة واربعين يوم يعطيه خمسة واربعين يوم إذا تفهموا على ثلاثة شهر واربعة سوايا وثلاثين ثانية يعطيه ثلاثة شهر واربعة سوايا وثلاثين ثانية فما ملاحظة جاتني من شيها بالليلي تحية ليه كوتش ديما يتبع فينا بركة الله فيه تحية ليه يقلنا حتى لو كان فما الكلوز اذا يمتع فسخ العقد وهذا صار لي قبل المدرب ينجم يعمل قضية وياخو الباقي من العقد الكل المتاعه واذا صار لي ما علي عباس يقول لي حتى المحامي ما عشنا قلو صار لك في الفيسل اللوردوني احنا خلالو خلالو ما عش قلق ما عش قلق اما ما عشنا انا ما عنديش منها المعلومة ناكن نستغرم ما تنقض بكلوز معنا تبشت فسخ العقد اللي واش نعملو فيه الشيهاب اللي اللي تحية ليه استبق لكلام اللي انا قاعد نحكي فيه به اش حبيت نقول انا حبيت نقول انه اللي تفاهموا فيه يسير لانه العقد شريعة الطرفين تبقينا تبقينا الكلوز هذي المتعلقة بالشهرين ولا بالشهر ولا بالشهر وخمس ايام والشهر وربع ايام عادة تكون مرتبطة بالاربي الانترنور شنو بش يعطي مع انتاش يحطولو بلوغ اخرى بش نوارده المستمعين الفريق يقولو اذا انتي بعد مرحلة الذهاب مثلا ماكش لولاني ولا ماكش الثاني ولا ما جبتليش كذا ولا ما صاروش دي بوان كذا نعطيك شهرين وتمشي على روح به هو الفريق القانوني ولا المدرب بيقولك انا اخويا جيت الثاني ولا جيت الثالث عن بوان لكن انا ما نجمتش نعمل لوبجيكتيفة ذاكا سويت للتقصير متاع الفريق ما عملوش الانتدابات خطر ماوله هنا يلزب الفصول تتربط ببعاده خطر عادة ان ثم مدربين سيرتوه على مستوى عالي يطلبلك نوع معاين متاع انتدابات يقولك انا هذا ماوش الكاه في التراشي لا ماونا هنا نحكي خطر شيها بالليل يحكيه في كاما معاين معانتها ثم ظروف وقته تتوفر قدام القضاء يحكم القضاء بكامل مدة العقد لانه علاش لانه الغلطة راجعة للفريق ولا يمكن لشخصا يعتد بالفحش الصادري عنه معانتها طرف ما ينجمش هو غالط ولا ويتمسك بك الخطأ متاعه باش يحرم ذاكر من حقه اوكي انا غالط ما نجمش نمسك بالخطأ متاعي باش نحرم ذاكر معانتها ما وفرت لهش الظروف وفي نفس الوقت نقول ما عندوش الحق يطال لكن لكن عادة وذاكر يعرف عادة انه اللي تفهموا عليها اخويا برد سبع الاخير خوذ متاعك ومشي على روحك خطر روي لحكاية متاع الكلوز وهذا يعلاش نحكيه فيها برشا ويلزمها نهارة عمللها حصها كاملة تونجيبلك روي الكلوز هذي مش مسيبة في الهوارة راي مربوطة ببرشا فصول وحتى القانون يقول لك معانتها اذا تعارضت فصول العقد فتؤول معانتها الديمة الاخراني في التأويل يمشي قبل الولاني ونشوف المقصد معانتها من العبارة وشنو المشرحة بيقول من العبارة ذيك يعني انه لهنا ندخلوا في بودقة كبيرة اختصاصها القضاء والمهم مترش نسق معك فم العقد وفسخ العقد طيب تبيعه طيب تبيعه طيب تحكي الفصول اللي في العقد اللي في العقد واللي هما عندهم تحثير على الفسخ صحيح نجيه احنا طيب في فسخ العقد ينجموا الفصول هذوك في الالواح ما انا ما حصلت فيها مو ما رذيتش مثلا عليها انا مدرب ونتي رئيس طيب لكن في الاخر انا رذيت نمشيولو الفصخ العقد بالضبط العقد كلو يمشي يتعدى على الجنب هكا ولا فمعنطا اللي زيلة شانت كونترها هذيك على شكتر اللي مصحفها انا ونتي تولي هذيك اخر وثيقة اخر وثيقة بناثة رسمية تمشي بالسيستام تاميس صحيح وهذاك عليه شكتر جاني تعليق حتى في الكومنترات يقولولي مش كل اللي قيم ووفرولو ما وفرولوش دوما مسائل فنية بحتة اخويا في نظر متاعي ادارة انا وفرت له هو يقول ما وفرت ليش هذي حاجات اللي حكالهولك المتر في المحلول برشا هذوما حاجات نسبية معناها والعين فنية معناها نجم عيني انا مش عينك انتي معناها هذوما شكولي قيمهم انا وفرولوش ما وهناه ما وهناه الفرق بين المدرب والمدرب وبين اللاعب واللاعب انا مثلا جاي مرة قدامي عقد متاع ندرب 32 صفحة عقد 32 صفحة برشا ضخت يرضى تعلمش عليش يرضى 32 صفحة مع انت الكحة والتنهيدة موجودة معاش فيها تأويل مالوين عقد قدش كان فيه من صفحة انتي مع ادوان طب ولا يزرم كني صحو يدد طب شكين ترجو وليتش يعملوا طب شكين ترجو وليتش يعملوا يعطين محامي ليه ليه محامي ليشي هوما يقول لك محامي نقف المحامي ومالجور يعمل هكا يخص هو ولا أبو ويأخذ المنطور أبو ولا خاله ومنتالي يبديوا هكا كله على الكنطرة يمشيوا يشوفوا العواب الفلوس لا لا ساعة العواب اه وبعد يجيوا يشوفوا كسفرات اه بسوري ما يقرأوا هايش اه ما يقرأوا هايش ما يقرأوا هايش يمشيوا كسفرات يشوف هذوق يقولوا خذيف تدفع ملوه ساحي نطلع عليها ذكر سبارة خير وبعد كيوحل يجيل كملك يقرأوا عليها ذكر نحكيلك تاو حسب تاجر تاجر ما عملتها صغيرة لي في الكورة ها بشو تقولوا كونجينيراة اليوم حتى الملعبية واللي تسمع راوا في تونس وانتي تعرف ذاك كي تاخو ترنش بيها من الأول يا ربي إليك الحمد خاطر ما عاش تراح تفرق بباح لا كي تاخو من الأول ما عاش تراح تفرق بباح وولا كيتكلم كرايا المدريد مختار تارف وقتها تندم وقتها لي وفاول مختار فنيا اليوم توجه يدر ترجي انها تختار انها تحط مثلا هذا مش رسمي مازال لكن توجه الكبير انك تحط اسكندر بالقصر خنجيوب امان الساعة السيد على ال با هي على اللي قالوا سمحني بش رعب الله فانعليش قتلك تروندوبا هنا اش كوني اول لان وقت الامر يصبح من انظر القضاء القضاء زادة مو قتلك يحط الكنترات وحكيت لك قبليك على الفصول بش يشوف خاطر مو ثم زادة طرف الفريق عنده محاميه والمحامي لانه انا كمحامي اللعب بش ولا محامي المدرب بش نقول ها وعليش احنا مطالبين خاطر راهو هكا وهكا 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 الاخر بش يجيوا بالمحكمة بش تقيم واذا لزم معنطها بش تعين وتشوف وتستعين بها الخبرة موجودة وجايوا دكاء وذاكر يعرفهم ممليح اللي معنتها الحكاية طويلة لكن ساعات تحكم المحكمة اللي صالح المدرب وساعات تحكم ضده واضح باي مختار انا قد حكو شوية فنيا شوية اهيرة متع التوجه انك تحط اسكندر القصري حتى حتى شمس الدين الزوادي كيف كيف خذوا رايوها لانه قادر ينجم يشد دراجي واحده ولا لا في الفترة معينة هذي حتى يلقاوا مدرب معناه لانه يترويه وياخذوا وقتهم بش يجيوا مدرب تشوفوا الديسيزيون في محلها ولا لا النقاط مهمة والبوتولة قادة بش تلعب ززمة شوية مع تقبال التريف متع المدخب وشمبيونس ديك على قريب لازم تزرب إذا ترجيب الجديد مدرب جديد لو ربح جرجيس ما كانش الموضوع يتطرح يعني كردوز وبش يبقى فترة جرد التونسي كيخسر ولا بربليغاسيون انك يزم تشوف مدرب وتلقى حل مع المدرب الحالي باش يخرج وديجا كانوا يحكوا طول الأستاذ وذكر على مستوى العقد خطر ازادة فهم برشة فلوسة بارامو كي هو يتفاهم معه يكون مش يكون ننتيري مصارت مع معموين الشعبين ازادة شد حمام لنف ومبعد كانت جوان اما قعد برشة جوان فالتراجي واخذيه وان انتيري ومبعد قعد هو انترونير ماكتعرف ديما البروفيزوار كي دير نحن اليوم باركزمبل شكون عندك التراجي اللي يخدم الامور هذيه فهم اسكندر القاسري اللي هاتوم وموت لقاه موجود ما تجي مش بخال بنيحي تقودوا انت في بريد وفرامورو كلمو اسكندر القاسري قبل خطر اسمات ليجي عارض من قاسر مؤكد فما تساعد مع اسكندر القاسري مؤكد سما امير عبدو زادا مستخدم القيبس بعد ما خلاش المدالة من تيحه من بيرح معناها سما امير عبدو مدرده شاشد موليتان يا امير عبدو نتصور الاني هي بريد بريد بشتفى اسكندر القاسري يعني انتيري مش هر ما اعرفش انتي والديسبونيبليتي خاطر مع ذاك احبت نتفعل قبيري القيمة العقد الفلوس ديسبونيبليتي متاع المدربين خاطر المدربين الكل تخاف في نوادي متاحهم مشكوني اللي موجود عالصاحة باش تفاهموا معا مثل متاعنا سباق و جاريه اترونجي ولا تونس يعني هذو ما دي كريتير باش تحط انتم فيهم دينا ومبعد الترجي بشي اختار البروفيل البروفيل اللي بشي مشي معه للمونديارة ومتنزيش وبشارع معه شامبيونز ليك بش نحكيه على مساوي البطولة روتو الترجي قادرة الحقيقة باليفكتيف اللي موجود بش ترجع يا نتكار بيري لكن ديما نحكي على الانترونور ما يزمكش تخفق مرة اخرى الترجيرات بفيه اختيار المدرب اللي يتماشى مع الملاعبين ثم حاجة اخرى مهم حكيها ذاكر الملاعبية طو مثلا ثم كانت تذكر اسلام والعام مثلا حكينا على يوسف البليل برشا من الترجي تغشوا وليا ويوسف ويوسف منبوبنطين مروين وراء اكثر واحد حكيهو ليه مروين عمل جملة وقتها متركبش على بعض وعمللنا كرام في خبير ما حاجة بالحق مروين نرجعوا لكلامه وقت انا من الفدلك حكينا بالضبط وقتها الناس وهجومات ما عندها كيفية قول ليهم راو اذاك لاج وطمبيرا ممتاع وراو المشاكل اللي بش يعملهم اكثر ملا ما تلكشه فتره خائبة إيه تلكش العメس velvet انا عندك مثله متقد يعمل من مشكل ملاك ه المساس ايه من دمو مش ياخذش حاجة باه انا عندك مثله وستيأ اللعبين متحبيت ساميه هملك اجينب و اسميه اللعب اللي يخرج من النادي بعزه الليع بك ال team انا كمسيول سايف نعوism نعطيك فوز يوريسي كيخرج منيش كي مرجع عاد تسليمي دراجي كيفاش يرجع الكلهم اللي يخرج لك من جمعية روي صعي برجوع متاعه ونزيدك ما اكثر الراجعة ثانية مدين تتكلف لك اغلى فقط شي بي ناصر الديني قلنا ما ننسيوش الترجع عندها ديما نحب نتفاعل مع العباد اللي قاد تعالقنا نعطيهم صحة اللايب ستريمينج متاعنا في شين يوتوب شي بي ناصر الديني قول ما ننسيوش الترجع عندها لجنة من اكثر اللي يجيهم بقيت رياضة تويتي في اللجنة قائونية متصور ماتفوتهم لا 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 مدرب سيهر راسماني مدرب راوري ناسو سيابل وما نصورش بش يدخل في كونفلي مع التراجي وما زيل يحب يمشي يدرب وبالنسبة لهو المرحلة هذي خرج منه هو رابح كثر من التراجي لكن في كلمة سليم طوى تظهر قوة المسؤول الكبير على خاطر لازمهم يرزنوا هلا سامي اللي قادة تخرج المدربين اللي زاجون قادة تخزم على روحة لازم ما فيش يرزو على خاطر راوري كان عندها وبيجيكتيف كبير يسر التراجي اللي هو كيس العالم شامبيونز ليك بوطولة تونس وكيس تونس هذو من اللي اللعب عليهم راوري بالطريقة اللي قاعد نشوف فيها الخرانية متاع المدرب ومتاع التاسيح راوري تنجم تخرج اني بلونش والله اسلام جوس نحكيه بك عادوا بسرعة خايمشي وفاصل لك بعد بعض الحدث فالسرعة جوس بركة نحكيه عن المدربين اليوم قولك حتى في الساحة مفامياش لقيقة كلمة حق واتدربت عنده وكل ما يمشي الجمعية يخلي بصمة باهية وانتباعات باهية وملعبية تلو حمدي جون لسعد الدريدي ناجم يكون حل لسعد الدريدي اسمه تترخف لكن يدار في مواقع التراصل الاجتماعي وفما كلهم حتى تقال انو حمد المدى بمعجب بي ويحدة ذي حاس بسألت اسمه موش متروح بتاتل متراش الحقيقة لسعد الدريدي شخصيا انا اتدربت عنده وعندوك الروح واليوم ينجم يزرحها في الفريق هذا الحقيقي نجم يخو شاص بالله قلت على حسب مسئلت راو انا نعرفك شوي تفزيح راو انا متأكد ريتو القرار لول الله خلال يرجع سيحامد واضح بيه يعني نشوف فاصل الموزيكا وبعض نكمل نسق الاخير من حسامتنا اليوم شنكون نحكي عن نادي الافريقي موسيقى